اناب صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور الاستقبال الذي نظمته سفارة دولة الامارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين صباح اليوم وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الامارات العربية المتحدة الشغيقة ولدى وصول بعاليه مقر إقامة السفير الاماراتي يرافقه عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء كان في مقدمة مستقبليه سعادة فهد محمد بن فردوس العامري سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين حيث نقل معاليه تهاني وتبريكاتي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى صاحب السمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وإلى أخيه صاحب السمو نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى سمو نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الامارات العربية المتحدة وإلى شعب الإماراتي الكريم وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله أن عرى الخوة والأواصر التي لا تنفص بين البحرين والإمارات والتي توطدت عبر الزمن لم تكن وليدة اللحظة بل هي تجسيد للروابط الإنسانية المتينة التي تنبع من القيم المشتركة التي يؤمن بها كلا البلدين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وهي كذلك امتداد طبيعي لتاريخ طويل قائم على المحبة والثقة المتبادلة وقال معاليه أن ذكرى عيد اتحاد الإمارات تعود هذا العام وهي محملة بكل معاني الاعتزاز بما وصلت إليه العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة والمتجدرة بين البلدين الشقيقين من مستوى متقدم من التكامل والتضامن حيال كافة الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ونوها معاليه في هذا الصدد بزيارة يسمو ولي عاهد أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تزامنت مع استضافة مملكة البحرين لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي وما تمخض عنه من نتائج إيجابية تؤكد حرص البلدين على المضي قدما نحو الدفع بقاعدة الشراكة القائمة بينهما لآفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك وذلك عبر تعظيم الاستفادة من تكامل الإمكانيات المادية والبشرية لكل البلدين بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين مرحبا معاليه في هذا الجانب بإعلان تفعيل برنامج المحتوى الوطني الذي من شأنه تعزيز التقدم في تحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين الشقيقين وعلى صعيد المتصل فقد أشاد معاليه بالنجاحات التي يحققها أبناء زايد في مختلف المحافل والميادين لافتان إلى أن الإمارات أصبحت بفضل رؤية قيادتها الحكيمة نموذجا عالميا في التنمية والاستدامة والتقدم من جهته عرب سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين عن تقديره لما يليه جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام ودعم لتعزيز علاقات البلدين الشقيقين وتطوير أفاق التعاون بينهما على مختلف الأصعدة تحقيقا للرؤى والأهداف المشتركة نحو مزيد من الازدهار والتقدم لكل البلدين وعبر سفير دولة الإمارات عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على زيارته الكريمة نيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الثالث والخمسين والتي تجسد معاني الأخوة والمحبة والتاريخ الممتد من العلاقات الوثيقة المتميزة والله هذه المناسبة تعتبر مناسبتها أول لأن هذه المناسبة سعيدة وحنا نفرح بها لأننا نعتبر المنامة وبوظبي بلد واحدة وعاصمة واحدة للجميع والله يرحم الشيخ زايد ويطول عمر الملك حمد ويطول عمر الشيخ محمد بن زايد كلها علاقات أصيلة ومتأصلة من قديم الأباء والأجداد وهذا يعني الحمد لله من عمل الله سبحانه وتعالى على جمع الطيبين مع بعضهم بعض طبعا مملكة البحرين تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة الشغيقة في العيد الوطني لدولة الإمارات وجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مملكة البحرين تعتبر هذه المناسبة جزء من العياد الوطنية لمملكة البحرين اليوم في الواقع تشرفنا بزيارة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة وقدمنا التهاني والتبركات لمنتسب سفارة ولجميع شعب الإمارات العربية المتحدة وخصوصا في ظل ما تتمتع به مملكة البحرين ودولة المرات العربية المتحدة من علاقات تاريخية راسخة وأخوية تجسد في الواقع معاني الأخوة والمحبة والمصير المشترك بين دولتين وبالتالي فالاحتفال بهذا اليوم هو في الواقع جزء من احتفالات مملكة البحرين على امتداد العام وطبعا نتمنى لدولة المرات العربية المتحدة كل التقدم والازدهار والرخاء لشعبها الكريم وليس بالغريب في الواقع على شعب مملكة البحرين أن يشاطر اخوانه في دولة المرات العربية المتحدة لاحتفال بهذا اليوم السعيد